أكد الطرفان على ضرورة تسريع الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتخفيف الأزمة الإنسانية المتزايدة الخطورة هناك وفي معرض تناولهما للصراعات الأخيرة بين إيران وإسرائيل أعرب الجانبان عن قلقهما من احتمال امتداد أزمة غزة وتفاقم الوضع في الشرق الأوسط مما يشكل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة وقال ميشيل مارتن إن إيرلندا تحترم موقف الأردن الواضح في الحد من تصعيد الوضع بالإضافة إلى ذلك تلتزم إيرلندا مع الأردن بتحزيز حل الدولتين للقضية الفلسطينية وذكر أن إيرلندا إلى جانب الدول الأوروبية الأخرى تلتخذ إجراءات للاعتراف بالدولة الفلسطينية تعمل إيرلندا واسبانيا وسلوفينيا ودول أخرى معا في إظهار الدول الأعضاء في اتحاد أوروبي بالذات تفكير المماثل حول مسألة اعتراف بالدولة الفلسطينية وكنا نفعل ذلك في السياق مبادرة السلام العربية التي يراكز عليها أردن أيضا إلى جانب وقف العنف في غزة وكلاهما يمثل تحديا الآن هناك تصويت مقابل في أمم المتحدة سيوافر خطوة ثالثة للسياق الذي يمكن أن يتم فيه الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتحرك قطما من أجل التحقيق السلام كما أشار الطرفان إلى ترحيبهما بتقرير المراجعة المستقلة الأخير حول وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا والذي دحض مزاعم إسرائيل ضد موظفي الوكالة فيما يتعلق بالتورط في هجمات حماس على إسرائيل ودعوا الدول التي أوقفت دعمها للأونروا بسبب مزاعم إسرائيلية إلى استئناف مساعدتها للمنظمة على الفور واعتماد نهج أكثر حذرا تجاه مزاعم مماثلة في المستقبل لا يتستطيع أي جهة أخرى أن تقوم بالعمل الذي تقوم به أونروا والمراجعة المستقلة للوكالة أثبتت زيف الإدعاة الإسرائيلية تجاه الأونروا أثبتت مهنية الوكالة وحياديتها أثبتت أنه لا يمكن استبدال الوكالة والاستغناء عنها إننا نقوم بالتطوير آليا للمستقبل بحيث أنه إذا كان هناك نوع من أعلان صادم أو أعلان مفاجئ أو كشف ما يتعلق بجانب محدد من أونروا في مكان ما فلا يقوم أحد بالنوع من تحرك مفاجئ لإيقاف المساعدات ويدعيا على أوروبا أيضا أن تكون أكثر منهجية فيما يتعلق بكيفية تخصيصها وتوزيحها وكيف تتأكد من وجود عمليات هناك للتحليل أي أدعاء أو تأكد معين ولا ينبغي أن تكون خطوة أولى هي إيقاف المساعدات